ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يشهد لذلك والمواقف تقول هذا الكلام لما نتكلم عن البحرين والإمارات نتكلم عن أسرة وحدة ما في اليوم أسرة بحرينية ما تربطها علاقة بالأسر الإماراتية على جميع المستويات سواء من الشيوخ والقادة أو من الشعوب سمو الشيخ ناصر الله يحفظه في مؤتمر من المؤتمرات قال أنا أفتخر أنه يجري في عروق أولادي دم الشيخ محمد بن راشد هذا قاداتنا وشيوخنا وكذلك الأسر أنا اليوم بحريني عندي أخت شقيقة إماراتية فجميع الأسر تربطها علاقات إذن نحن نتكلم عن دولة وحدة عن أسرة واحدة عن شعب واحد أقوى علاقة بعد علاقة العقيدة والدين هو علاقة الدم واختلط الدم الإماراتي بالدم البحريني في مكانين أولا في العروق مثل ما قلت إما بالزواج أو بالنسب والموضع الثاني الأقوى الذي يدل على العلاقات بين الدولتين وهو في أرض المعركة في ميادين الشرف دفاعا عن الحرمين وأمن الخليج والمنطقة بل وسالة الدماء الإماراتية الطاهرة على تراب البحرين من أجل أمنها نعم نحن في زيارة من الزيارات تشرفنا باللقاء بسموه الشيخ محمد بن زادر أنا حقيقة نقلت له محبة أهل البحرين للقادة الإماراتية ولشعب الإمارات وكلكم تعرفون يعني تواضع الشيخ وعفوية الشيخ رفع يده خلى على راسه بهذه الطريقة قال أنت وفق راسي يعني البحرينيين فهذه العلاقة ممتدة من المؤسسين اللي هو الشيخ عيسى عيسى العطاء نعم وزايد الخير الله يجعلهم في الفردوس الأعلى واليوم نحن البحرينيين أولاد حمد الإنسانية وأولاد محمد التواضع يحق لنا أن نقول نحن شعب واحد نعم ونقدر نقول أن البحريني إماراتي والإماراتي بحريني هذه هي علاقة البحرين بالإمارات نعم سيد سعد سيد جميل هو طبعا السؤال الآخر ممكن كنا نسئله حول استشرافك لمستقبل العلاقة بين البلدين ولكن من إجابتك الأولى استشرفت المستقبل نعم بالضبط نحن أشكرك على حضورك وعلى هذا التصليح الجميل سعد سيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا